نتكلم معلماتش الأهلي النهاردة نتحول للنقطة دي وفوز الأهلي قبل السفر لنهائي دور الأبطال فوز أكيد بيبقى مهم جدا للفريق ومعنويات اللعيبة وفي نفس الوقت الفوز ده أنا بشوفه في وقت ابتدى فيه كلام يكتر بسبب فكرة تفويت المباراة وهي نقطة أنا يعني طبعا ما جنزلنا مبارح وعملنا تقرير وسألنا الجمهور وسألنا كل الناس طبعا فيه ناس بتختانئ وفيه ناس تقولك إيه ده الكلام ده ما فيش حاجة ممكن تحصل زي كده أكتر ناس ممكن كمان يحسوها هم اللعبين داخل الملعب أنا مقبلش على نفسي يعني أنا لو حتى بشوف يعني تحطيت في موقف مثلا أني مثلا كنت في بلعف الاتحاد ونادي المصر والاتحاد علاقة جيدة لكن في الملعب حتى لو أنا عندي لعيب مثلا حابب الفريق لأت لإيه بزقه ده أنت مش كله أصلا ده فريق جماعي فقط الموضوع فكرة أنك تسيب مباراة أو 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 لا الموضوع بيبقى صعب جدا 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 وبيممكن الإدارات كمان بيحصل لها مشاكل وسمعة النادي وحاجات كتير جدا جدا وأنا بكلمك على قدارة مصر المخاصة مثلا قدارة محترمة كنت عاجدين طبعا روح المحترمة طيب في شكين حضراتك في الجزئة دي رقم واحد نتكلم فنيا أو على موقف النادي الأهلي قبل مواجد كازرشيفس في نهاية قدارة أبطال ده كان فوز مهم جدا وكوازا أنه ما خدش كتير من تركيز النادي الأهلي يعني عشان ايه ممكن يركز في دي فيخسر نقاط المقصة يعني ممكن يبقى فيه خسارة يعني في الدورة فهوة النتيجة كمان كبيرة أربعة واحد فوضح أن الأهلي ايه يعني يعني الفوز كان مهم اه وكي بالنسبة له لكن المقصة بصراحة كان فنيا كان النهاردة خصوصا الدفاع كان إلى حد ما ضايع بكل أمانة وكان ممكن نتيجة تبقى أكتر من كده بكتير يعني يعني مش أربعة خمسة زخة سبعة تمامين نجري الجزئة التانية اللي هي المهمة جدا 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 اللي هي موضوع التفويت أنا ملاحظ في حاجة كابتن أنه في موضوع التفويت أنه هما دايما بيكلموا اللي بيكلم عن التفويت تحديدا بيكلم عليه قبل المتشارت مش بعد المتشارت مع أن منطقنا تتكلم بعد أنت خدت بالك المتش كان واضح أنه مثلا متفوت لكن هما بيكلموا قبل بيكلم قبل ليه؟ ده استذكاء استذكاء أنه هو بيحاول يأثر على الفريق الدماء عشان يلعب بقوة أكتر فده نوع من التزاكي يعني لا طبعا بدليلهم محدش بيتكلم بعد المتش يعني يكلموا مثلا على الأهل المولين قبل الأهل المولين وعدين على قبل الأهل المقص ومحدش بتكلم بعد ما قالوش بقى أشوف فيه تفويت ما قالوش هو بس لمح عشان يدي يخالد تاني يستفز قدراته في العب ضد الأهل أكتر فيفوز لكن في النهاية دي قدرات ملاش علاقة لكن أنا بتكلم في جزئة يا كابتن يعني بصراحة حاجة وبكل أمانة والكلام على مسئولتي اللي بتكلم في موضوع التفويت ده يعني ده إنسان يعني ده تقريبا ما عندهش عقل ليه؟ هقول لها حركة حركة نهر ده كابتن محمد فاروق مثلا مدرر بأي فريق عارف يعني إيه يا كابتن أنا أتهمك بالتفويت يعني أتهمك في زمتك في أمانتك في شرفك يعني اشتغلت زي أصلا هو في عقل هو في عقل يعني ده في عقل يعني اللي بتكلم بعض المتش لو أنا عندي أدلة واضحة وصريحة إن حضرتك فوت هطلع أقولها أدلة واضحة وصريحة عشان ما أطلعش أقول ده أخيرا بالأحيان عمرك ما أجيب أدلة مش أجيب صحيح ممكن يبقى فيها مرشات فيها تلميح زي مثلا مرش الترجل والمولدية واضح أو إنه ما بتفعلنا على التعادل صحيح مش مش محتاجة أقدر أتكلم على ده بعد وليس قبل لكن قبل المرش أعد أتهمك وأقول أستعماد النحاس ابن الأهلي أو كان بيلعف الأهلي أستعماد عبد الجليل يا جماعة أنتم متخلمتوا ليه مع أي أساس أنت بتتكلم مع أستسكاء عشان يستنفرق نفيش حاجة أهير منها بنحافظ على بعض الكابتان عبد الجليل قرأ مش هدوس قوي عشان اللعيب أحافظ على بعض طيب هو رجل ما هو يفوت هيطلع يقول كده وبعدين يفوت قدامه ده لو عايز يفوت النهاردة الكابتان مش هيعرف يعني لو عايز يفوت أنا أسرها في الانترو لا جماعة تعالوا هنا بقى فيه إمكانات فنية مختلفة نفذر بقى المقصة يعني تقدم في البداية لكن الإمكانات الفنية لا واضحة يعني كل احترام للعبين هنا لكن واضح الفرق الفني فوت إيه للعبين لا لا أنا في وجهة نظري ده يا جماعة الناس يبقى عنده وقف حتى ما كانش في حد بيحاسب أنا عارش محدش بيحاسب للنس دي بس ما عارش حد بيحاسب طيب أنت ضميرك يعني يعني أنت بتتهم واحد الكابتان عماد النحاس هو المدير الفني والكابتان محال عبد الجليل بتلمح حتى مش بتتهم طيب أنت إنسان طبيعي اللي بيقول الكلام ده في وجهة نظري على الشخص جار طبيعي ومفروض يتحاسب مفروض يتحكم